هل تظن أن الباندا الحمراء إحدى سلالات الباندا المتعارف عليها؟ الحقيقة أن هاتين السلالتين مختلفتان تماماً وهناك الكثير من الحقائق المذهلة عن هذه الباندا تم العثور على الباندا الحمراء بشكل أساسي في الصين وميانمار كما تعيش في الغابات المعتدلة وشاهقة الارتفاع وسط نباتات الخيزران في جبال الهملاية ينام هذا النوع من الباندا فترات طويلة مع انخفاض درجات الحرارة مما يقلل عملية الأيض ويسمح لها هذا النظام ببذل القليل من الطاقة وهذا مفيد لها جداً حيث تقضي الباندا خمسة وعبارب بمئة من يومها فقط مستيقظة هي كائنات منعزلة إلى حد كبير ولكنها تجتمع في موسم التكاثر على شكل أزواج من الحركات اللطيفة التي تميز الباندا الحمراء هي الالتفاف حول نفسها كالكرة وتخفي رأسها في صدرها وتحيط نفسها بذيلها وتفعل ذلك بغرض الحصول على الدفء في الأوقات الشديدة البرودة الباندا ذات اللون الأحفظ